الاستاذ جمال نجم نائب محافظة البنك المركزي اتكلم عن الاطار المبدئي للمبادرة بتاعة التمويل العقاري اللي تم الاعلان عنها من يومين. خلونا نهارده نتكلم ونفهم ايه اهم الشروط دي. بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا بكو في حلقة جديدة من حلقات المصرفة. الاستاذ جمال نجم نائب محافظة البنك المركزي اتكلم عن الاطار المبدئي للشروط بتاع مبادرة التمويل العقاري اللي كنا نتكلمنا عنها من يومين. وقلنا ان الحد الاقصى ليها هيبقى في حدود الميت مليار جنيه قابلة للزيادة لو في اقبال عليها والناس خلاصيتها ولسه في اقبال. وان الفايدة بتاعتها هتبقى في حدود الثلاثة في المية متنقصة او بمعنى دخل هي ثلاثة في المية متنقصة. وانها هيتم العمل عن المبادرة دي وتنفيذها عن طريق البنوك اللي عندها الرغبة انها هيتشارك في المبادرة وهيتد التنفيذ في خلال اسبوعين بالكتير. ولو خدنا متوسط سعر الشقة ان هي في حدود الخمسمائة الف فان المبادرة تقريبا هتغطي حوالي متين الف شقة. هنيجي نتكلم على الشروط المبدئية اللي موجودة للمبادرة وهي ان لو حضرتك كنت استفدت قبل كده من اي مبادرة من المبادرتها التمويلة العقاري فانت مش حرق مش تقدر تقدم في المبادرة دي. والتقديم بيبقى عن طريق حضرتك مينفعش ان حضرتك تقدم ليك و بعد كده لزوجة تروح تقدم. لا هو فرض واحد في الاسرة اللي هيقدم. بس لو في ابناء منفصلين ماديا عن حضرتك يقدروا يقدموا لنفسهم مفيش مشكلة خالص في الحتة دي. الوحدات السكنية اللي هي ضمن المبادرة اللي حضرتك هتقدم عليها لازم تكون كاملة التشتيب وخلاص جاهزة للسكن وكملة المرافق. وتكون قابلة للتسجيل. يعني مش شرط تكون متسجلة بس يكون الورق بتاعها مرخص وتماما مفيش اي مشاكل وقابلة ان حضرتك تقدر تسجلها. طب لو حضرتك عايز شقة تحت الانشاء مفيش مشكلة حضرتك بتروح تتعاقد على الشقة دي. واول ما تجهز وتبتدقي قابلة للسكن ومتشطبة ومفيش اي مشاكل حضرتك ممكن تروح تقدم على المبادرة. ومش شرط ان الوحدات دي تكون تبع مشروعات وزارة الاسكان او تبع الحكومة بس لا. ممكن تبقى عن طريق القطاع الخاص او مشروعات وزارة الاسكان او الحاجات الحكومية زي المجتمعات العمرانية والكلام ده كله. الشقة دي هيبقى عليها حظر بيع لمدة سبع سنوات. بعد السبع سنين دي لو حضرك حبيت اتباعها في اي وقت مفيش مشكلة بس لازم تسدد باقي المبالغ اللي موجودة على حضرتك. الوحدة في حالة وفاة صاحبها الاصلي بيتم تورثها للورثة للشرعيين وبيكملوا سداد الاقصاط مكان صاحبها الاصلي. بالنسبة للشروط محدود الدخل لو اعزب مش متجوز بيبقى الدخل الشهري في حدود 4000 جنيه. لو متزوج وفيه اسرة بيبقى الدخل الشهري 6000 جنيه. طيب والمبلغ الاقصى او الحد الاقصى لمبلغ الشقة بيبقى 350 الف جنيه. التقديم بيبقى عن طريق صندوق الاسكانة الاجتماعي لحضرك بتقدم فيه الاوراق بتاعتك وبيدد لحضرتك برضو دعم مناء دي ما بين تلاتين وخمسة وتلاتين الف جنيه. المقدم بالنسبة للشقة هيبقى خمستاشر في المية. فلو اتكلمنا ان حضرتك خد الشقة اللي هي تلتمية وخمسين الف اللي هي اعلى مبلغ في المبادرة يبقى تلتمية وخمسين الف. في خمستاشر في المية هيديني اتنين وخمسين ونص. حضرتك هتدفعهم على ثلاث سنوات. يعني كل سنة هتدفع سبعتاشر الف وخمسمائة جنيه. طيب نيجي نحسب احنا دلوقتي الاستاذ جمال النجمي كان قال ان القست الشهري هيبقى الف مية سبعة وعشرين جنيه بالنسبة للمحدود الدخل. طيب احنا عشان نعرف الفايدة اللي حضرتك هتدفعها سنويا خلينا نحسبها مع بعض. احنا دلوقتي اتفقنا ان المقدم هيبقى تنين وخمسين ونص. وحضرتك خدت دعم من صندوق الاسكان الاجتماعي بخمسة وتلاتين الف جنيه. يبقى كده الاجمالي المبالغ اللي مدفوعة من ناحية حضرتك هما سبعة وتمانين الف وخمسمائة. يعني مبلغ القرض اللي حضرتك هتقدم عليه هيبقى متين اتنين وستين ونص. عشان نحسب اجمالي المبالغ اللي حضرتك هتدفعها. هناخد الالف مية سبعة وعشرين هنضربهم في تلتمية وستين شهر اللي هما تلاتين سنة. هيديني الاجمالي ربعمية وخمسة سبعمية وعشرين. هاخد الربعمية وخمسة سبعمية وعشرين اطرح منهم المتين اتنين وستين ونص اللي هو ده مبلغ القرض الاساسي اللي حضرتك خدته هيديني ان اجمالي مبالغ الفايدة اللي دفعت على القرض 143 220 يبقى اجمالي نسبة الفايدة اللي انا هدفعها في 30 سنة هاخد 143 220 اقسمهم على 262.5 هيديني 54 و 56 من 100 في المية اقسمهم على 30 سنة هيديني ان فايدة السنة الوحدة 1.81 من 100 في المية زي ما تكلمنا في الحلقة اللي فاتت بتاعة المبادرة ميزة الموضوع ده ايه بالنسبة للمحدود الدخل احنا زي ما تكلمنا قلنا ان الاست الشهري هيبقى في حدود 1127 جنيه يعني ده هيبقى في حدود تقريبا لو حضرتك رحت اجارت الشقة بيبقى الايجار الشهري في حدود المبلغ ده او زاد على حسب المكانة اللي حضرتك خدت فيه الشقة بس احنا دلوقتي لما بتأجر شقة انت كل سنة بيحصل على حضرتك زيادة سنوية حواليا في حدود العشرة في المية فده طبعا المبلغ بيزيد معاك طول ما انت بتأجر انما الميزة في الحتة دي ان انت 1127 جنيه هيفضله 60 معاك طول 30 سنة وطول مدة القرض وفي الاخر الشقة هتبقى ملك حضرتك هنتكلم عن متوسط الدخل لو حضرتك دلوقتي مش متجوز يبقى الدخل في حدود 10.000 جنيه لو حضرتك متجوز يبقى دخل الاسرة في حدود 14.000 جنيه واقصى السعر للشقة يبقى في حدود المليون جنيه بس في نقاش ان المبلغ ده ممكن يزيد شوية بعد ما يوصلوا للشروط النهائية للمبادرة المقدم بالنسبة لمتوسط الدخل هيبقى في حدود العشرين في المية طيب لو حضرتك موظف هتجيب اثبات الدخل من مكان العمل بتاع حضرتك وتبتدي تقدمه للبنك ومش شرط يكون ان المرتب حضرتك بيتحول على البنك اللي هتاخد منه القرض مش مش موظف مكانه عندك عمل حراء دلوقتي حضرتك هتروح هتقعد مع موظف البنك في استقصاء بيتم بيتدي يسألك شوية اسئلة الدخل اللي بيجي لك قد ايه او مصاريفك ايه وشوية اسئلة معينة كده بيسألها لحضرتك بيحدد على اساسها الدخل الشهري اللي هيتحسب على اساسه القرض طيب علشان نحسب تقريبا ان القصة الشهري بتاع حضرتك هيبقى في حدود كام خلينا نتكلم ان حضرتك هناخد المبلغ الاقصى اللي موجود دلوقتي اللي هو إشاء سعرها مليون جنيه هتدفع عشرين في المية منهم يعني مبلغ القرضة هيبقى تمنمائة الف جنيه هضرب التمنمائة الف دول في واحد واحد وتمانين من مية في المية علشان يطلع الفائدة السنوية بتاع حضرتك هتطلع المبلغ السنوي اربعتاشر الف ربعمية وتمانين هضربه في تلاتين سنة هيديني ان اجمالي الفوائد اللي هتدفع على المبلغ ده ربعمية اربعة وتلاتين الف وربعمية هاخد المبلغين التمنمائة الف زائد اجمالي الفوائد اللي هم الربعمية اربعة وتلاتين الف وربعمية هيديني إجمالي المبلغ 1.234.400 هيديني إجمالي المبلغ 1.234.400 هقسمه مع 360 شهر اللي هم 30 سنة هيديني إن القصة الشهر بتاع حضرتك هيبقى 3.428 جنيه و88 قرش طبعاً هيتم عمل استعلام إتماني اللي هو الآيس كور وهيبتدي مراعاة طبعاً نسبة عبق الدين بتاع حضرتك ده كان الإطار المبدئي لشروط المبادرة اللي اتكلمنا عليها من يومين وطبعاً هنوفيكوا بأي أخبار جديدة أو أي شروط هيتكلموا عنها في الفترة اللي جاية خصوناً كمان لو الحد الأقصى بالنسبة لسعر الشقة لمتوسط الدخل زاد عن المليون جنيه ودي كت حلقة النهاردة من المصرفي يارب أكون قدرت أفتلكم بالمعلومات دي وما تنسوش تشتركوا في القناة واتفعالوا الجرس عشان يجيلكوا إشارات الحلقات الجديدة ولو الحلقة عجبتكوا دوسوا لايك وتعملوا شير عشان بنا ستقدر تستفيد واشوفكوا على خير اشتركوا في القناة